مرحبا أصدقائي وياكم حارث المهندس رجعنا اليوم وياكم الصراحة بوحدة من أحلى الفلا اللي شفيتها في حياتي في مدينة ألانيا راح أقول لكم السبب بس شوفوا المنظر المنظر واحدة كفيل بأنه يقنعكم أنه هذه الفلا واحدة من الفلا اللي ما راح تحصلوها بسبب أولا موقعها قربها من البحر منظرها المفتوح واللي ما راح يغلق أبد لأنه البناء كلها صار تحتها قربها من البحر واحد كيلومتر فقط عن البحر 13 إلى 15 كيلومتر من سنتر مدينة ألانيا فيلا مساحة أكثر من 1350 متر تخيلوا فيلا فيها بناء بحدود 450 متر بها حديقة بها قراجات اثنين بها غرف بحدود السبع غرف نوم بها أربع طوابق راح أشوفكم هذه الفلا بس راح أخذكم هي جولة بسيطة بالبداية المنظر أتكون من هذه الجهة منظر جبل بحر وكذلك بس تعالوا ويايا شوفوا منظر البحر مننا وشوفوا قرب البحر هذا هو الشاطئ هذا هو الشارع مباشرة الفلا فيها قراجات اثنين فيها تقريبا سبع غرف نوم وصالون فيها حمامات فيها أربع طوابق فيها حدائق فيها كل أنواع الفاكهة هذه الفلا الشغلة الوحيدة النقص فيها مسبح والتي تقدرون تسويه بسهولة الأرض وحدها تسوى هذا المبلغ أريدكم تفتهمون هذه الشغلة لأنه هذه سأرها جدا مناسب راح نفوت نشوف الفلا ونشوف تفاصيلها بقويانة هذا أمامكم المدخل ما للفلا الفلا العملاقة هذا الشارع مباشرة تنزلون وحتى من القراج المنظر موجود هذه واحدة من أجمل الفلا اللي شفتها في مدينة ألاني واحدة من أكبر الفلا للصراحة ما أعتقد راح نشوف الفلا بهذه المساحة يعني مساحة أكثر من 1350 متر بناء عملاق ثمان غرف نوم تخيلوا ثمان غرف نوم وثلاث طوابق سطح كل شي فيها هاي الفلا طبعا مننا أنا مدخل مباشرة على الفلا ومننا أنا مدخل على القراج دعوني بالبداية أشوفكم الخارج مال الفلا يعني هاي الفلا بس الأرض هي تجيب هذه السعر لأنه تخيلوا الأرض مالتها قريبة على البحر واحد كيلومتر فقط عن البحر طبعا هنانا حديقة هنا تقدرون تسوها بيت أو ثلاث بيوت لثلاث أوائل مختلفة هنا أدنا مدخل ثاني للقراج دعوني أشوفكم دعوني نأخذ الجولة هناك مدخل ثاني قراج ثاني يعني تقدرون تطبقون السيارة هنانا قراج وهنانا عدنا قراج إيسع سيارتين ومنناك المدخل للفلا طبعا هذا مو المدخل هذا قراج أيضا مغلق تخيلوا بس كمية القراجات الموجودة هذا هنا قراج مغلق وراح شوفكم الغرف اللي موجودة به بس خنناخد جولة في الأرض أرض واسعة جدا مساحة البناء أربعمائة وخمسين مساحة الفلا بحدود الأرض كلها ألف وثلاثمائة وخمسين متر هاكلها حديقة مثل ما تشوفون تمتد إلى الأخير وهنانا بإمكانكم تعملون مسبح لأنه هاي الفلا ما فيها مسبح بناء على الطراز القديم تشوفون هذه الأرض كلها تابعة لكم دا تتخيلون المساحة يعني كأنه والله ما أعرف الصراحة كأنه مزرعة موباز فيلا يعني شوفوا هذه كلها يقدرون تزرعوها هناك تقدرون تسوون مثلا حتى شوفوا العنب باعوا العنب أنا بهنانة يعني هي أصلا مزروعة هناك تين مثل ما نشوف هذا التين وأنواع الفواكه موجودة ونشوف هناك هاي المساحة كلها خاصة بيكم كلها تابعة للفلا طبعا شوية راضي لها شغل تنظيف متروكة صار لها أكثر من سنة هي هذه الفلا كلها هنا منطقة مال للشواء يعني نانا شوفوا أيضا هذه كلها مساحة خاصة في الفلا ومن نانا أيضا يوجد درج صراحة يعني فيلا واسعة واسعة جدا ومنا هو المدخل مال للفلا خلق أصعد أشوفكم المدخل وبعدها أدخل من جو هذه هي الفلا أمامنا بناء كواليتي عالي هذا هو المدخل مال للفلا مثل ما نشوف أمامنا لكن إحنا ما راح ندخل من هذا المدخل خلينا ننزل لي جو هنا هنا أيضا مدخل على البالكون والغرف بهذا الطابق أربع غرف نوم شوفكم بس المنظر خلونا ندخل من المتحد حتى ما أضيع عليكم أي تفصيل مهم في هذه البلة هذه مساحة أنواع الأشجار أنواع الورد هذه باب الدخول وتشوفون أمامكم مساحة واسعة جدا هنا أيضا مثل السطح ومن المتحد هلو ننزل هذا المدخل الثاني اللي قلت لكم عليه اللي ياخذنا للباب ما للدخول وهنانا باب القراج هاي كلها هنانا الأشجار هذي أمامكم مثل ما نشوف القراج المغلق طبعا بيها شغل دي يشتغلون حاليا عمال هنانا هذي هنانا غرفة مال الحارس هم ما يمسويها هذا المدخل مال البلة أول ما ندخل هذا الطابق البودروم التحت الأرض فيه غرفتين ها ممكن بكل سهولة تصير غرف هاي مساحاتها هم ومسويها مغزن وهنانا أيضا توجد غرفة مثل ما نشوف ومسويها مثل المغزن ومطبخ ونصعد للطابق الأول اللي هو الطابق الأرضي هنشوف الغرف فيه أربع غرف نوم حمامات كل الغرف تشوف البحر مثل ما راح نشوف أمامكم طبعا هنانا أدنى المدخل مال البلة مثل ما وضحت لكم هذي هي الغرف هنانا أربع غرف نوم هذي واحدة ثلاثة أربعة هنانا أدنى حمام هذي غرفة النوم الأولى مساحة الغرف كلها حلوة هذي غرفة هاي هنانا الحمام شوفوا مساحة الحمام مغاسل اثنين مثل ما نشوف تواليت كذلك شاور أمامنا هذي غرفة النوم الثانية كل هن ممكن يكون أثاثا قديم لكن ما بي أي شيء الأثاث وكلها تشوف البحر مثل ما نشوف أمامنا وعدنا هنانا غرفة النوم الثالثة اللي هذي هي أمامكم شوفوها كبيرة جدا غرفة النوم وفيها حمام مشترك مع غرفة النوم الثانية هذا التصميم حلو باب من هذي الجهة باب من هذي الجهة طبعا مثل ما تشوفون حمام كبير تواليت شاور جاكوزي بانيو ومغاسل وهنانا مثل الكاونترات هذه غرفة النوم الأخيرة غرفة نوم الأطفال الرابعة في هذا الطابق خلوني أطلع للبالكون أشوفكم المنظر من البالكون وبعدها أشوفكم باقي هذا البالكون اللي شفناه من البداية طبعا هنانا هذا المدخل ياخذكم للحديقة شوفوا بس وياكم الشاطئ اشقاط قريب واحد كيلومتر فقط مسافة جدا قريبة شوفوا بياكم المنظر وهذا كله على طول البالكون وعدنا بعد طابق ثاني وعدنا بعد طابق ثالث فيه سطح الفلة يعني أربع طوابق إذا نحسب السطح معها شوفوا المنظر خلونا نصعد للطابق اللي اللي بعده واللي فيه المطبخ كذلك فيه أيضا الباقي التفاصيل الموجودة خلونا نصعد للطابق الأعلى نشوفه طبعا هنانا هذا الدرج شوفوا حتى المساحة مع الدرج شوفوا الدرجاء يشغل عريضة يعني البناء فوق 450 متر ما مقصرين بالمساحات هناك توالية الضيوف أول ما تصعدون وأنا إجابني الدزاين هذا الخشبي القديم هذا توالية الضيوف و هنا هي مفروض غرفة نوم هو مسويها مكتب مثل ما تشوفون أمامكم وعدنا هنا صالون هذا مثل ما تشوفون صالون ومطبخ كبير جدا شوفوا أمامكم شوفوا المنظر من الصالون وهذا هنا أيضا صالون ثاني مثل ما نشوف يعني هنا صالون فيه طاولة الطعام هنا صالون فيه غرفة الجلوس وهذا هو المطبخ هذا هو المطبخ أمامكم وشوفوا وشوفوا هذا البالكون الثاني جيد رائع هذا البالكون تخيلوا قاعدتكم تكون هنا مع هذا المنظر شوفوا هاي مساحة البالكون وهذه هي الفيلا مالتنا هذا قلنا لكم المدخل مع القراج هنا لدينا المدخل هذا قراج ثاني مننا يعني لديكم قراجين وهاي كلها مساحة خاصة بيكم يعني الصراحة شي عملاغ جدا وتشوفون أمامكم البالكون مساحته هذه أمامكم البحر وهذا كل بالكون واحد مثل ما نشوف خلونا نكمل نشوف باقي التفاصيل الصراحة يعني مساحة يعني هاي مع العائلة كبيرة جدا أو أكثر من عائلة ممكن يبقون في هذا المكان هلون نصعد للطابق الثالث اللي هو فيه السطح ونشوف كم السطح وتفاصيل السطح والمنظر رائع يعني تقدرون تحطون مظلات تقعدون اليوم كل على هذا المنظر شوف المنظر أمامكم منظر مفتوح على كل مدينة ألانية بمعنى الكلمة يعني تيجي منها على اليمين راح تلاحظ الجبال تيجي على اليسار تلاحظ المدينة كذلك البحر كذلك القلعة مع العلم اليوم الجو شوي بير رطوبة عالية فبالتالي من بين كل لكن يعني صراحة شيء ممتاز ممتاز لهذه الفلة والمنظر هذا ما يحصل في أي مكان لأنه هذه الفلة قريبة جدا من البحر ومن الشار الرئيسي ابقوا نتكلم عن التفاصيل الخاصة في هذه الفلة ومثل ما شفتوا أصدقائي هذا العرض واحد من العروض الخيالية شوفوا مساحتها فلة عملاقة حديقة كبيرة مساحة الأرض أكثر من 1350 متر يعني بكل بساطة دعو هذا بعقلكم ممكن تشترون هذه الفلة إذا ما عاجبكم تهدون الفلة بالكامل تساوون فيها ثلاث فلل تقدرون فيها فلتين يعني فيها مكانيات كثيرة أحلى شيء فيها موقعها قريبة جدا من البحر فقط واحد كيلو متر عن سنتر مدينة قلانيا فقط خمسة عشر كيلو متر في منطقة كركيجاك الفلة حاليا في منطقة كركيجاك دائما تصير بعيدة فالأماكن قريبة من البحر تكون ممتازة جدا هذه الفلة مثل ما شفنا فيها غراجات اثنين فيها غراج مغلق فيها حدائق فيها كل أنواع الفاكهة حتى عنب تين موجود فيها يعني الذي يحب يزرع ممكن يأخذ هذه الفلة يزرع فيها بمساحة كبيرة مساحة البناء أكثر من 450 متر بحدود السبعة غرف نوم موقعها هذه حاليا مطلوب فيها 400 ألف يورو قابل للتفاوض لكن فقط تسوى هذا المبلغ أكثر أتمنى شاء الله يجب هذا الفيديو أي سؤال أتكم للقام موجود على الشاشة تواصلوا وإيانا وإنشاء الله يجب نشوف كم بالفيديو الجاي سلام اشتركوا في القناة